ميسك الختام هو الأستاذ عبد الحافظ الشاكري مدير مديري اقليم وزارة تصربية الوطنية الفحص انجرة سعبد الحافظ مرحبا شكرا سيد الحبيب وكنتمنى لكم التوفيق والتليمدد دينا خلال هذا الموسم الدراسي 2022-2023 كيد وسيد سعبد الحافظ ممكن نقوله الحريرة دي الدخول المدرسي كما نقول لك بالنسبة للدخول المدرسي هاد السنة كي عرف مستجدات عديدة بينها انو كيجي دخول مدرسي بعد المشاورات التي تعلقت بالمدرسة المغربية العمومية وكذلك كيجي كذلك العودة الى الحياة الطبيعية اولى للتدريس الحضوري بشكل عادي بالمؤسسات الدينة التعليمية بشكل عام على الصعيد الاقليمي او على الصعيد الوطني طيب إلا بغنا عفو استدعب الحافظ هذه المستجدات دي شنو هي على مستوى المستجدات كان هناك تتعلق بثلاثة دي المحاوير كان محور كيما جاء في الخريطة الطريق كان محور دي التلميذ كان كذلك محور دي المؤسسة وكان المحور دي الأستاذ من بين هذه المستجدات نبدو بالتعليم الأولي هناك تعزيز جودة التعليم الأولي عن طريق تكوين دي المربيات خلال هذا الشهر المرر دي الشهر الثمانية كذلك تعزيز البنية التحتية اه من حجرات دراسية خاصة كما كتعرفوه في الاقليم دي الفحص انزراه احنا وصلنا الى واحدة تغطية كاملة للإقليم عندنا بعض دواوير اللي وصلنا لهم ما كين فيهم تشيقطة يعني احنا كتعليم وصلنا جميع الدواوير على المستوى الإقليم نعم هناك بنية تحتية مشكورين المنتخبين مشكورين سلطة المحلية على رأسهم سيد العامل لي يقدموا دعم كبير وهذا كما كتعرفوا البنية التحتية مثل الطرقات وذلك شيء هذا كي سهل علينا المأمورية في محاربة الهدر المدرسي وكذلك النقطة أساسية في الاعتماد النقل المدرسي كمعطاء أساسي لمحاربة هدل الأفا ديالهدر المدرسي كين النقطة الثانية وهي إرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع المؤسسات ديال التعليم الابتدائي كتعلق بالقراءة باللغة العربية والفرنسية أنشطة ديال الرياضيات وكذلك الأنشطة الحركية هذا فيما يتعلق ب بالإضافة هناك برنامج وطني مبتكر ديال الدعم التربوي اللي كيتعلق بالدعم وفق الحاجة أو لا للنسيني أو بون نيفو سيطدير كيتم تدريس أو للدعم وفق المستوى المناسب وفي إطار هذا راكين تجريب دير هذه العملية بين سبتمبر ودوجنبير ومبعدها سيتم تعميمها على جميع المستويات على السعيد الوطني كذلك هناك إدراج أنشطة جديدة خارج زمن المدرسي خصوصا أنشطة رياضية كما تعرفوا اليوم الوزارة ووزارة ديال التربية الوطنية والرياضة جميع المنشآت الرياضية ديال اللي كانت سابقا من الممتلكات ديال الوزارة ديال الشباب والرياضة اليوم أصبحت هي ممتلكات ديال الوزارة ديال التربية الوطنية وهذا كيتم هذه عزز البنية التحتية الرياضية ديال الوزارة التربية الوطنية وغادي تم استغلالها بشكل عادي من طرف المدديننا وكذلك انفتاح هذه المؤسسات خاصة هذه الملاعب الرياضية اللي يكاين داخل المؤسسات الوزارة لا ترى مانعا باش يتم استغلالها بشكل مؤضر من طرف الناس خارجين أو أطفال خارجين عن المؤسسات التعليمية غير هو وخصو يكون تأطير في هذه المسائل هذه وجميع البنية التحتية لا خارج المؤسسات ولا داخل المؤسسات ستكون مفتوحة للجميع وفق واحد الاطاروائي كذلك نقطة مهمة جدا لمحاربة هذا الهدر المدرسي وهي السنة لتميزة بالإرجاع لجميع المفصولين من تكلموش خصوصا نبتدأ من هذا الموسم هذا ما غاديش نتكلمو على المفصولين وخاصة الوزارة تعطينا كذلك خلال لقاءتنا مع السادة المديرين مع جميع الأباء خبرناهم بأن أي تلميذ أقل من 16 سنة خصو يكون داخل الفصل الدراسي والعودة دياله ما شيء تمر وفق مساطر السابقة ولكن العودة دياله غادي تكون تلقائية بدون شرط أو شيء سليس نعم كذلك نتكلم كذلك بالنسبة الإعدادي كين هناك غادي تم الاعتماد ديال التدريس ديال المواد العلمية عن طريق بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وهذا غادي تم عملية تجريب ديال بعض المؤسسات في اتجاه ديال التعميم ديالها على صعيد جميع التراب نعم سعب الحفيظ ما هذا المدرس هذين اللي معينين بهذا تدريس المواد العلمية بموسيقى التكنولوجيا لحد لحد ما زال في الدراسة ديالها يعني ما زال في الدراسة ديالها غادي تم اختيارها وفق البنية التحتية المتوفرة يعني خاصة توفر على المتحنة الانترنت خاصة مؤسسات ليكون عندها يعني بش يكون واحد لانقلاقا هي انقلاقا جيدا بين سعر بينسير يعني كنشوف المؤسسات اللي هي كالتوفار على هذه البنية التحتية التكنولوجيا الرقمية عاد كيمكننا نعتمدوها لتدريس هذه المواد فضل إطرات نعم نعم طيب إذا بغنا أستدع 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 عفوا مدى شراك للأباء أولياء التلاميذ في مواكبات يعني الدخول لمدرسي جميع اللقاءات دينا اللي كانت خاصة الباريحة قعدنا لقاء مع جمية الأباء واللي تقسموا معنا جميع المشاكيل الصعوبات اللي يعني كان بنا بأن هناك انخراط ديال الأباء نعم وفق ضوابيط اللي حددها المرسوم المتعلق بهذه الجمعيات واللي هي ضوابيط في اتجاه ديال التعزيز ديال التعزيز ديال هاد التعزيز ديال التمدروس أو لا المحاربة ديال هاد الهندراسي للأطفال هاد الجمعيات بطبيعة الحارة عندها قوانين أساسية ديالها بين الصعوبات ديال هاد الجمعيات وهي أن بعض الجمعيات تلقيناها جمعيات غير قانونية كنتهي الأخور ما كيش تلقى ما كيش وحدة الرغبة كبيرة لتأسيس أو تلقى تأسد في ظروف اللي هي ماشي صحيحة حعطيناهم التوجيهات بشكون هي جمعيات ديال جميع الآباء ديال تليمدات داخل المؤسسة وبمحترف القانون يعني اللي كان الاهتمام كيتوجه بزاف للجمعيات للآباء كنتعطي واحدة الصبغة اللي هي أساسية وتشاركية مع المؤسسة التعليمية الجمعية ديال آباء هي جمعية تدبر بشكل مستقل عن المؤسسة اللي علاقة لها بالمؤسسة هي متعاوين مع المؤسسة مدبير مع المؤسسة نعم شركة في المجلس تدبير و المجلس تدبير ديال المؤسسة هي كما قلت هي متعاوينة ضروري أن يتوفر فيها واحد الحياد تجاه المؤسسة تجاه تلمدد ديالنا بش ما تكونش هي تقلع للمؤسسة هي متعاوينة لا في توفير البنية التحتية مثلا مثلا تأهيل ديال المؤسسة كين هناك جمعيات لها شركة معنا يا جمعية الأباء وهي شركة معنا وكتقوم بعمليات هي مهمة جدا لا من توفير ديال التجهيزات ولا اللوازم المدرسية داخل هذه المؤسسات ونعم كان هناك بعض الجمعيات كتعرفت على التورات ولكن غد صحو المسار إن شاء الله طيب أستاذ عبد الحفيد ماذا عن تشجيع تلاميذ من استغلال يعني ما يتيح فضاء متمدرس فضاء متمدرس في مجموعة من الدروس في مجموعة من الإمكانيات اللي تلمد ويستفدوا منها ولكن ربما في يوم اللي ما كعرش شنو هيد متمدرس الدور يمكن اللي تعبون كمؤسسة كمديرية يعني يمكن لنقول كمؤسسة لأن المؤسسة التعليمية هي اللي غد تتمشيف هذا الاتجاه هذا مع تلمدد ديالها كل مؤسسة تحاول مع تلمدد ديالها ويدخل له هذا استغلال هذا ما صره كما كتتعرف السنة الماضية دارت عملية تحسيسية تحسيسية بخصوص هذا الاستعمال هذه البوابات الإلكترونية يعني كيقوموا لا المديرية بتنظيم دورة تحسيسية بالمؤسسات بتنسيق مع هذه المؤسسات وكذلك هناك بعض الجمعيات اللي دخلت معنا فالتجاه هذا باش تحسس كلمدات توريهم كيفاش يدخلوا هذه الفضاءات هذول هي مهمة جدا خاصة فيها موارد رقمية مهمة جدا وكيما كتتعرف احنا غادين في الاتجاه الرقمان هذه المؤسسات الرقمان هذه التعليم نعم وعلى ذكر الرقمان هو ماذا يعني مسار مسار موبيل ماذا استغلال مسار موبيل يعني إرسال رسائل يعني الآنية التلاميذ الأباب الخصوص باش يعرفوا المسار ديال تلام ديال عرفوا فين غادي يعني ربما أستاذ ما عندوش مثلا في الأب ما عندوش الوقت باش يمشي يعني يسول في المؤسسة دير وماذا ما كان هذا مسار موبيل لماذا لا استغلال يعني في إخبار الآباء بكل ما يدور أو كل ما يجري في المؤسسة كما كتعرف كيف بوابة الوليدات بدي ابتداء من انطلاقان من هاد البوابة هذه يعني احتى الآباء عند بوابة ديالهم كما تلامت يعني فقط خص الآباء تحملوا معنا المسؤولية ديالهم وعلى مستوى المؤسسة ترتم تحسيس الآباء والتلاميذ بخصوص هاد البوابات الرقمية باش يبقى ويدخلوا لها ويتبعوا تليم ديالهم انطلاقا من المنزل دياله كم كله يعرف النقاط دياله الغيابة دياله كل شيء وهذا هاد سابق في القطاع نعم مسألة أخرى سيد عبد الحامد كنت علق بإدراج أساتي للجدود ديمنى منظومة مستخدمين منظومة مسار نعم أساتي للجدود نعم يعني إدراج لهم ديمنى استخدام منظومة مسار يعني ساعدوهم ونعاونهم أنهم متهمة يدخلوا لهذا المنظومة هذي واشتغلوا بها خصوص الأساتي ديالجد نقول لك الأغلبية ديالهم كيكونوا كيضبطوا هاد لوتيا انفورماتيك يعني ما كيلقوش معهم مشاكيل في التدريس هما كيطمحوا أنهم يمشيوا في الاتجاه ديال الرقمانات تاد الموارد الرقمية هما كان بعض الأساتي هما اللي كينتجوا هاد الموارد الرقمية ما لدينا إشكال أنه ما يدخلوا وكيف يدخلوا ولكن هما كينتجوا هاد الموارد الرقمية يعني ما كنخافوش أن الأساتي دا يلقوا شي صعوبات في الاتجاه وربما هذه من حسنات كوفيد 19 أنه حاول أنه يدفع كل واحد بالضرورة ولبز منه نمشي يتعلم يعني يعطي الدروس مع الوليدات دياد نعم طيب ماذا عن المرأة أو الفتاة القراوية وكان عارفوا بأن في قيم الفحص أنجرى مترمير أطراف يعني في الحديث على هدر مدراسي في وسط الفتيات وشكين شي يعني شي بنيات تحت تضاف لدور الطالبة وكذلك المؤسسة دي الإيواء كما تعرف كما قلت في البداية أن البنية التحتية اللي كين في الفحص نزرى في العالم القراوي رمكين اشتف تفشي إقليم قراوي خاصة نعم كين هناك أه أه ممكن لن قل كين هناك فاعلين اقتصاديين اللي عونوا في هذا المجال في البنية التحتية على مستوى الفحص نجرى هو محدود كذلك يمكن نقول لك كين على رأس السلطة كين عامل الإقليم اللي هو عنده التعليم في قلب ساهم يعني ما ساهم في قلبه ساهم ساعدت على جميع المؤسسات يكونوا مربوطين بالطرقات في اتجاه الدواوير هذا المسائل المسائل أكثر ضبطا في الإينات المعطيات اللي كين كيفضلوا أنهم يمشوفوا في النقل المدرسي على أنهم يتم الإيواء ديالهم في الداخليات لأن كين الطرقات كين النقل المدرسي متوفر وهذا هذا معطاء اللي هو مهم بالنسبة لنا يعني ما غادش يطرح إشكال ديال الهضر المدرسي بالنسبة لإقليم فحصنس ربما خلقتوا النوع من نطمئنان في قلوب للآباء في قوى أختمين أوقات أنهم كانوا يخافوا على البنية ديالهم بلنس المدرسة يقول كانوا أبعيد عليهم المدرسة مخصص ما سيبت أضعهم مدام أنه كان النقل المدرسي كين الإيواء كين الدخليات كين دور الطالبة يعطى الآمل لهذا لأباء هذو باش يقرأوا الوليدة أن 60% الناجحين في المستويات الإشهادية هما إينات يعني هذا معطى مهم جدا وال60% يمكن يقول لك ديال المتمدرسين هما إينات وخصوصا العالم القاروي رمشي سهل نعم يعني العالم القاروي يعني ما بقى تكتقافة ديال أن البنت يقلس في الدار أو كل شي معباء باش وليداته يقرأ سواء ذكور أو إينات نعم نرجع أستاذ عبد الحافظ يعني الأهمية التي تكتسيها يعني الشراكات خارج إطار المؤسسة التربوية مع الفعيل الاقتصاديين بالخصوص خصوصا أن المنطقة فيها واحد الميناء كبير بزاف أو تاني قطب اقتصادي على الصعيد الوطني الأهمية في تحدي المؤسسة تربوية الوطنية أو المديري الإقليمي وزارة تربوية وطنية الفحصانجرة على هذا الفعيل الاقتصادي هذا معلمة الاقتصادية نعم كما تعرف أن الإقليم كيعرف منشآت كثيرة اقتصادية كبيرة مثل رونو مثل الميناء المتوسط خاصة المؤسسة تانجر المتوسط لمتعاون أو لا شركنا التقليدي لا في تأهيل المؤسسات ولا في بناء المؤسسات ولا في إطار المشروع ديال المدارس الإيكولوجية هذو كلهم كيدخل فيهم معنا في إطار شراكات مع المؤسسات أو مع المديرية الإقليمية من أجل هذا كامل من أجل تعزيز البنية التحتية وتطويرها وتحسين البنية ديالاستقبال كذلك هناك رونو سنويا تقريبا كتعطينا سيارات ديال النقل المدرسي بالإضافة إلى تأهيل بعض المؤسسات المحيطة بهذا المصنع هذا كذلك الأكوا باور الشركة اللي هي كبيرة ديال التقال الريحية هذو كلهم تأيي كذلك تدخل معنا في تأهيل هذه المؤسسات في النقل المدرسي كلهم هذو شركاء اللي إحنا كنا حاولوا نستغلوا التواجد ديال في الإقليم باش يطوروا معنا كذلك المنظومة التربوية وهذا من بين الشركات المواطنة اللي ضروري نذكرهم وشكرهم من هذا المنبر هذا نعم نتمنى أستاذ عبد الحافظ أن مجموعة من الشركات الكبرى الأخرى تمشي وحده هذه المؤسسة هذه أو هذه المؤسسة هذه لأن أحتال أبناء المنطقة يحسوا بأن هم رأس يستفدوا من خير راس ديال بلادهم شكرا لكم أستاذ عبد الحافظ شكري مدير مدير الإقليم وزارة التربية الوطنية الفحص أنجرة على هذه التوضيحات ونتمنى لكم مسيرة موفقة وبتوفيق إن شاء الله شكرا لكم